هكذا يبدو الوضع في شوارع القنيطرة لا صوت يعلو على صوت دوي محركات الحافلات التي خصصتها الحكومة السورية لعملية التهجير كل المحاور الطرقية مشلولة بطوابير الانتظار نسوة وأطفال وشباب يصابقون الزمن لمغادرة المدينة الكل محمل بلوازمه الشخصية وحتمية الرحيل أو الترحيل أضحت واقعا لمفر منه بعد إجهاد حلم سقوط نظام الأسد في ظرف خمس وأربعين سنة تحرر القوة السورية محافظة القنيطرة لثاني مرة بعدما حررتها من الاحتلال الإسرائيلي سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف المشهد من قرية أومباتنا محافظة القنيطرة عشرات الحافلات تغادر المدينة وعلى متنها عناصر فصائل المعارضة المسلحة تنفيذا لبنود اتفاق القنيطرة الموقع الخامس الماضي بين دماشق والمسلحين في أريف القنيطرة هي الدفعة الثانية من عمليات تهجير الرافدين لمخطط التسوية وجهة الحافلات شمال سوريا وتحديدا مدينة إدلب اتنثي عشرة قرية من بينها قرية أومباتنا أصبحت تحت قبضة الجيش السوري النظامي حيث سيعود إلى المناطق التي كان فيها قبل سنة 2011 رسميا محافظة القنيطرة تلحق بركب اتفاقات التسوية في سوريا ترجمة نانسي قنقر